عموماً مبارح بقى المو صلاح يا حضرات تقلق كالعادة ويسجل هدف أمام نورويتش سيتي في جولة الـ 26 من الدول الإنجليزي الممتاز ورغم أن نورويتش سيتي كان متقدم بهدف إلا أن اللي حصل كالآتي ساديو مانيه عادل النتيجة اللي صالح لليفر بول في دياء 64 قبل أن يتقدم صلاح للريدز في الدقيقة 67 وبالمناسبة بحسب شبكة أوبتا للإحصائيات محمد صلاح سجل هدفه رقم 150 بقميص ليفر بول في جميع المسابقات منذ اتقاله إلى الفريق في صيف 2017 وأصبح محمد صلاح هو عاشر لاعب في تاريخ ليفر بول يصل إلى هذا الرصيد من الأهداف وأشارت الشبكة إلى أن محمد صلاح أصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفر بول يصل إلى هذا الرصيد من الأهداف في 233 مباراة بص حلو قوي ده ومش جديد على محمد صلاح وشوفنا برضو هنا لقطة كتعجباني من نسبة محمد صلاح لما شوفنا ساديو مانيو كانوا في ليفر بول عايزين يحتفلوا بي طبعا بعد الفوز بالزبط بس عمل لقطة حلوة جدا والناس اتكلمت عنها يا كريم عرش تبعتها ولا لا هو رفض الاحتفال احتراما لصلاح يعني ممكن في الأول وفي الآخر الموضوع عادي ما فيش مشكلة قرة القدم وفي أبسان داونز وإحنا فوزنا بيها قبل كده وشوفنا اللقطة الشهيرة لساديو مانيو هو بصص للكاس وكان حزين المرة اللي فاتت أو يعني النسخة اللي فاتت مش مشكلة يعني بس برضو نرجع ونقول دي لها دلالات محترمة جدا في نفس الوقت بترد على الكلام اللي بتقال على السوشيال ميديا أن خلافات ما بين ساديو مانيو ومحمد صلح فيش الكلام دا يعني الموضوع برضو عارف انت ممكن يبقى فيه موضوع بس الموضوع بيتم تحريفه أو تهويله بشكل كبير دا العادي بقى بتاعنا في كل حاجة مش راس في الرياضة فالموضوع مش كده تماما عادي ممكن يكون فيه تنافس ما بين ساديو مانيو ومحمد صلح فيزيز دي كانت لقطة عجبتني والسوشيال ميديا كمان يعني كلموا عنها بشكل إيجابي قوي بصراحة لقطة حلوة جدا ولفتة حلوة جدا من ساديو مانيو يعني حركة حد أصيل صحيح والأحلى والأحلى كمان يا نعواند فكرة ان من ضمن الرسائل اللي لفتة زي كده بسيطة ممكن توصلها الملايين المتابعين والمهتمين وهم الاتنين ليهم الملايين من المتابعين والمهتمين فكرة ان بصوا اخلاق المسلمين مع بعض عاملة ازاي فكرة ان يعني انا مش عايز يعني ادخلها في سك الدين لا مش في سك الدين انا بكلمك عموما على فكرة ان في ناس ممكن يكونوا صفرة لثقافة ما لحضارة ما لتاريخ ما لديانة ما حاجة لطيفة برضو من ضمن المكاسب يعني اللي عايزة اقولها في اللفتة اللي عملها ساديو مانيو حاجة يعني حلوة جدا الحقيقة مني أخلاق رياضية يعني خلينا نقول أخلاق رياضية سليمة